بسم الله الرحمن الرحيم وحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما وأبدا سنبقى أوفياء مخلصين للشرفاء والشريفات العفيفات الأحرار والحرائر أصحاب الضمائر الحية والأياد الأمنة التي لا تمد إلى المال العام المؤتمن عليه لهؤلاء الشرفاء والشريفات نرفع شارة النصر عالية احتراما وتقديرا لاعترافهم ولمساندتهم لشيوخهم شيوخ الطربية والتعليم قدماء المحاربين كل المؤلمين القدماء الذين وضفوا بالسلام السابع وبالسلام الثامن وتقاعدوا تصاعديا جميع الأفواج من 2013 إلى قبل 2012 ولما لا ألف نجوج و2001 كما جاء على لسان السيد الوزير المحترم عندما توصل بالمظلومية واعترف رسميا والاعتراف سيد الأدلة لأن فعلا هناك 10200 متقاعد ومتقاعدة جميع الأفواج من 2003 إلى قبل 2012 لهم جميع الشروط التي تستدعي طرقيتهم بدون قيل أو شرط في الوقت الذي تم استثناؤهم وإقساؤهم ويعني حج الحقيقة عن هذه الفئة التي تقاعدت قبل 2012 من طرف النقابات الأكثر تمتيلية والمصالح الإدارية كما جاء على لسان السيد الوزير المحترم ردا على الأسئلة الشفوية والكتابية التي قدمت له من قبة برنامي لكل هذه الأسباب وتلك سنتطرق اليوم إلى أوجه الخلاف بين الفئة التي قاموا بإنصافها على أساس أنها من ضحايا النظامين 2003-2005 وبين الفئة التي قاموا بإقسائها وهي الفئة الرسمية والأساسية وقوة التقل والصنطر بقرابيتي يلهاد المظلومية التي تم تهريبها وتبنيها من طرف نقابات يعني الجميع يعلموا العلاقة التي كانت تربطهم مع أولئك الذين هربوا لهم الملف الذي أصبح فيما بعد يسمى ملف ضحايا النظامين في الوقت اللي كان يعني بمجرد ما خرجوا من الزنزان السعود حتى شكلت الزنزان عشرة وعندما هربوا من ملف الثناث يعني قاموا بتنبيههم وبنصحهم بأن يغيروا هذا المسنى إلى مسنى ضحايا النظامين 2003-2008 ومن هنا فنحن أمام يعني محترفين في تبني الملفات وفي خلق الملفات وخلق الزنازل والانتقال من الزنزانة إلى زنزانة أخرى في الوقت اللي الأساس لتبنات عليه هذه المظلومية وهم ضحايا مادة 112 لأنهم وبكل بساطة وهم الذين يعني كانوا المعنيين والمقصودين بجبر الضرر وبجبر الضرر نظرا للظلم والحيف والجور والتعسف الذي سببه لهم المظام الأساسي لأنه يكفيك أن المادة 112 والمادة 115 وجدت في هذا المظام الأساسي من أجل جبر الضرر للفئات الجد متضررة ونطير الانتباه هنا أن أول فئة استفادت من المادة 112 يعني الترخيص الاستثنائي الأول ترقية استثنائية في حدود أربع سنوات يعني قسموا إلى أربع أفواج وكان من المفروض أن تكون يعني ترقية شاملة لجميع هذه الأفواج 2003-2004-2005 يعني ترقية استثنائية تاريخ مفعول مالي 1-1-2007 وتاريخ مفعول إداري من 2003 ولكن في آخر المطاف يعني يقومون لحسابات ضيقة بتجميل ترقية حتى من تمت يعني تمت تقاعد رغم أنهم كانوا مستوفين لجميع الشروط قبل حالتهم على التقاعد يعني هذه الفئة كانت مقيدة وجداول يعني الجداول الجداول السنوية الترقية بالاختيار تضمنوا الأسماء ديه والأسماء ديه مقيدة في الجداول منذ 2003-2004 2005 وطبق فيهم الحصيص السنوي وحتى الذين تقاعدوا تقاعدوا رغم أنهم يعني الأسماء ديه مواردة من أجل ترقيتهم من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية يعني السلم التاسع إلى السلم العاشر تم تجميل ترقياتهم في السلم التاسع وتم تطبيق القوط اللعينة والحصيص السنوي في الوقت لجميع المتقاعدين تتم ترقيتهم خلافاً للمادة يعني بدون إخضاع من الحصيص السنوي يعني خارج القوطة يعني المتقاعدون كلهم يرقون أوتوماتيكياً هذا هذا بمثابة حيف وضرر وتسببه النظام الأساسي بهذه الفئة التي قاموا باستثنائها من حق المشروع في الترقي إذا هذه الفئة للمدني وطنعش كانت صادرة من أجل ترقيتهم ولكن من أجل توفير الاعتماد المالي كما قلت والاستحواذ على الاعتماد المالي يعني من طرف الذين لأن الاعتمادات المالية التي تخصص ويعرفون جيداً من أجل الترقي لأن النظام الأساسي كما قلت سابقاً أن الميزة أو الانتياز لإخدائه في 2003 هو الترقي إلى يعني إلى السلم الحاضي عشر والسلم الحاضي عشر يعني الاعتماد المالي يعني يستنزف ذلك الاعتماد المالي التي تكون مخصص من أجل الترقيات السنوية فتستنزف وتجو يعني المتقايا يعني الذين وضفوا قبل 1980 ويقومون بإجهاز على الباقي إذن من هنا سنقوم بمقارنة بين هذه الفئة اللي يسمون أنفسهم ضحايا النظامين ضحايا النظامين اللي ترقى يعني اللي قاموا يعني بتحيين وضعيتهم إذارية وبترقيتهم وبتتبيت 1.1.2012 كتاريخ من أجل تحيين الوضعيات الإذارية وإقساء كل منطقة قبل هذا التاريخ إذن ضحايا النظامين أولا يعني عند الإقرار بالضحية يعني يجب أن يتم إنصافه جبر الضرر رد الاعتبار وترقيته بدون قيد أو شرط لأنك عرفت بأنه ضحية لأنه تم قمتم بالجني عليه ومجني عليه بقوة النظام الأساسي ديال 2003 إذن باش تكون ضحية لا بد أن تتوفر فيك معايير وشروط نجد بأن هاد الفئة اللي احتسبوا أنهم ضحايا لا تتوفروا فيهم الشرطين الأساسيين هو أولا أن تكون قد قرصنت سنوات من مساره الميهاني وأن يكون مساره الميهاني محدود إذن المتقاعدين الذين استفادوا من المرسوم 19.540 نوجدهم بأنهم جلهم قد ترقى أكثر من أربع مرس تقاعد أكثر من أربع مرس إذن المسار الميهاني ديالهم لم يكون محدود يدخل الموقعات وتازل السابيع والثمن والثان��� والتاسع والعشر وعودة طوال 11 للمرة الخامسة أو الرابعة إذن المسار المهني لم يكن محدود إذن لم يتضرر من النظام الأسد في 2003 ترقية من سلم يلو سلم لكي يكون ضحية يجب أن تكون تأخرت وعودة طوال 12 سنة و 15 سنة و 20 سنة سوف نرى الفئة التي تم إقصائها لنجد هذه الفئة التي تم احتسابها على ضحية من ضحايا النظامين التي تقعدوا من بعد في 2012 بمجرد ما ترشحوا من أجل ترقية السلم العاشر ما تقعدوا في السلم التاسع إلا 6 سنوات وفي أول سنة تترشحوا تترقعوا بقوة الأقدامية العامة قوة الأقدامية العامة إذن تترقعوا من سلم إلى السلم فقط ب 6 سنوات دازوا من التاسع إلى العاشر ب 6 سنوات وعودة طوالهم احتسابهم كأنهم ضحايا وعطاهم سنوات اعتبارية وحينوا الوضعية الإدارية لهم وقاموا بمراجعة ترقيتهم ومنحهم مستحقاتهم إذن تدوزوا من سلم إلى سلم ب 6 سنوات من التاسع إلى العاشر ب 6 سنوات ومن العاشر إلى الخضاعات ب 6 سنوات إذن لا يتوفرهم الشرط الثاني وهو أنهم التأخير في الترقي لا يتأخرون في الترقيات بل تدوزوا بسرعة فائقة المعاشر التي تقعدوا بها نجدوا كين لتل 6500 درهم 5.000 درهم 5.500 درهم 6.000 درهم 5.000 درهم 6.100 درهم 7.150 دow أولا تلقو وهادو بعدها قبل من دوزل الفئة اللي تم ايقساؤها زيادة على ذلك أنه يتقاعدهم في 2012-2015 مكانوش داخلين في المرسوم يجوز 19-504 ما عندهم داخلينش المقتديات المرسوم يجوز 19-504 اللي يجابوه هو اصلا مطعونه هي لأنهم تقعدوا قبل مترخ المفعول المالي والإداري فقاموا بالتحايع على القانون ومنحه يوم قبل يعني كانت عندهم لم تكن عندهم رابطة وظيفية مع الوزارة ولا مع الوزارة الوصية ولا مع الوظيفة العمومية وكانوا محدوفين من الأسلاك وما كانوش مستوفين الشعوط ديال الترقي قبل ما يخرجوا تقاعد وما كانوش مقيدان في جداوي الترقي قبل ما يخرجوا تقاعد إذا ما عندهم تعالقات وما تتسالوا التشي ترقيه لأن الترقيه من حق المزاول الناشيق إذا جاءوا يوم ما كانوش خدامين فيه أعطوهم يوم قبل وفتاردوا بأنهم خدامين وخلصوهم من الخزين العامل في نفس الوقت تضربوا في القانون التي شهروا في وجه المضربين وتقتعت عليهم من الأجور ديالهم بقوة أن الأجر مقهبي للعامل وتأخذوا واحدين ما كانوش خدامين وتديرهم بأنهم خدامين وتخلصوهم في يوم ما كانوش خدامين فيه وتديرهم لهم ديال الترقي من السلنة عشر إلى السلنة عشر دياليوم ما كانوش خدامين فيه والأغلامية دياله الشخص به listenة في سنة وحدة ولا عندهم أقدامين يمكن historيصة لتلجاء حديث الترقي GNكلية هيرو بأستوبة تريد Breeze لا تتقتل من الكيناتكم الوقت لمن المنحن في الكرة ومن آنين من دفي أعني comb выполن سنتين أو ثلاث سنوات مع احسن الأحوال يمكن أن يسنتون Kunha كما اعتردق ك urgent في القوة الأقدامية العامة واخذ المناصب المالية في 2003 و2004 و2005 و2006 لن نكلم عن هذا في 2006 و هذا صغير بالأقدامية العامة و لا تأخر يعني يترشح هذا السلام العاشر و في 2012 لأنه تقعد من بعد 2012 يعني يعطوه أربع سنوات و خاطوه يوم قبل لم يكن مستوف الشرط يعطوه أربع سنوات و حينه للوضعية الإدارية و صل الشرط من 10 سنوات و تمت ترقياته في الوقت هذو اللي قاموا بالتنكر إليهم بالتستر عليهم و قالوا مكينينش أصلا تنوجدوا أن ضحايا المادة 112 لوائح للترقي ديالهم صادرة من 2003 و2004 و2005 و مقيدين في جداوي الترقي و مستوفين جميع الشرط ديالترقي قبل ما يخرجوا تقاعد أكثر من أربع سنوات و خلافا للقانون يعني قاموا بتجميع طرقيتهم في السلن التاسع و ما رقوهمش بحجة الحصيص السنوي الكوطر في الوقت لجميع المتقاعدين تدوزوا بدون كوطر إذا هذا هو أول حاجة تباليك بأن أنهم ضحايا من ضحايا النظام 2003 لأنهم تضروا فعلا و فعليا من النظام الأساس في الوقت لأنهم مستوفين قيدين خارجين في اللوائح للترقي قبل ما يخرجوا تقاعد بثلاثة سنة و جاءوا دروا فيهم و تبقوا فيهم الكوطر و رغم أنهم تقاعدوا في الوقت المتقاعدين ما عندهم متشع علاقات و أعطاهم سنوات اعتبارية و دلوا ينكروا ذلك الربندس و دوزوهم أوتوماتيكيا بدون إخدام الكوطر إذن هذا تبال نجاليا لأن فعلا الفئة المادة 112 تعرضوا للتعسف للضلم و تضروا من نظام الأساسيزي شرط الثاني أنهم أغلبية الأساتذة و الأستاذات لتقاعده أفواج 2003-2004-2005 خصصا لأن هذه النواة هي مركز التقل هذه المظلومية و هي الصند المظلومية و لوائح صادرة و موجودة المظلومية أغلبية يعني كان يترقى مرة وحدة في حياته يعني التوظف بالسلم الثاني و تقاعد بالسلم الثاني إذن مسار محدود كان محدود من المضاف و الدول و الاصل كأن تقاعد المعرض كما سأضب ثانيا كما تقاعد المعرض من الدول إلى الدول كما ترتبع المعرض كما تلتل جد كثيرا إلى الدوم ترقى المعرض جد كثيرا سيطر وبعدد فإذا كانت مرات يترقى كثيرا في حال 12 سنة لديه ذلك من ربعة سلائبة في سلم الفاسية دول إلى سلم الفاسية половين عشر سنة سلم الفاسية لكي يدوز من سلم إلى سلم دولك سوء اما الشيء المشترك بينهم المشترك بين سواء اللي تقاعد قبل من 2012 أو بعد 2012 أو بعد 2016 أنهم كلهم تأخذوا الشرط الأساسي الأول وهم كلهم توضفوا بسلم السابع أو بسلم الثاني الشرط الثاني اللي تتوفروا فيه كلهم هما سواء اللي تقاعد قبل من 2012 أو بعد 2012 أو بعد 2016 هو أنهم تحساووا من 1972 إلى 1986 هذا الذي احتسبوهم لأن أصلا من يتهم هذا الاعتراف بهذه المظلومية وأنهم حسبوا هذا بأنهم ضحايا النظامين لماذا؟ هناك أساس ومعايير لماذا تم الاعتراف بهذه؟ أولاً لأن هذه المعلمين الأوائل جاءت من أجل المعلمين الأوائل الستينات يتوضفوا وكانوا يخدموا في دروفين الشاقة وقدموا البلاد تضحيات جاسيمة التي قدموها أكثر من زارة الشباب في العامل وفي العطاء وكانوا فعلاً مميزين في العطاء والمدرسة العمومية كانت مميزة في الوقت وكانوا يخدمون الظروف الاشتغال في ستين أو سبعين أو سبعين أو سبعين أو سبعين أو بداية الثمانينات والأغلابية لهم الآن مرضوا وكبروا فلاج وعندهم أمراض مزمينة ومستعصية وكانوا من هذه الظروف وكانوا يعملون الأجادي وكانوا يعملون من أجل أغلابية وكانوا يشتغلون 42 سنة وكانوا يخدموا في 2003 يخدموا 42 سنة وكانوا يخدموا في 2005 يخدموا 42 سنة كانوا يدخلون 18 سنة وفي آخر المطاف كانوا يترقاعد بالسلان التاسع ومدون جاءوا من هذا الأعاد وفي آخر المطاف يتقاعدون بالسلام التاسع أو بالسلام الثامن في الوقت الغلبية يتقاعدون ربعات المرات وتقاعدون بالسلام العاشر يتقاعدون بستلاف درهم إلى ستلاف وخمسمائة وخمسلاف درهم هذا هو الأصل على الجهة المظلومية وعلى الناس الذين يتقاعدون بالسلام التاسع ومدون والذين يتقاعدون بألفين وخمسمائة درهم وعلى أرمالية تشد ألف ومئاتين وخمسين درهم هذا هو الأصل للمظلومية لكن نحن نقول جبر الضرار ورد الاعتبار لهئة التدريس لكرفسه قاعدون بالسلام فى الناس الذين يملكون في دورهم يقاعدون بالسلامة وعشاء هذا الان ١٥٠٠ درهم تزيد ثاني ينتقاعدون ١٠٠٢ درهم ومدى للعشرها وأربعات المرات والمنزل يتاولي الفائدة كان هناك ملاحظة لأن كانت هناك أشياء فعلا كان هناك تعسف كان هناك تحيز كان هناك تمييز لأن هذا الملف كان بالدرجة الأولى ديال الناس اللي تقاعدوا من 2003 إلى قبل 2012 و2001 و2002 ورغم أن الأستاذ الفاضل الوزير الوصي على القطاع أنه اعترف فعلا بأن هناك قاضحة يدي العشرية و2002 ولكن ما هي الإجراءات التي اتخذها في ظل المعطيات الزائفة والمغلوطة التي استند عليها وأسس عليها القرار بموجبه تم إصدار مرسوم ديالجوز 17504 قام بطرقية فئة ليست بالهية المتدررة بالأساس بالنظام الأساسي ديال 2003 وأقصى الفئة الأصلي التي تم التعسف عليها والتي هم الذين تعرضوا للظلم والحيف والتجني من طرف من قبل النظام الأساسي ديال 2003 وهنا أعرج نعرج على الملف نعود لغاية لك في الدولار مبادئهم وقاموا بتغيير أحزابهم يعني ترحال من حزب إلى حزب يعني أريد أن أقول له أن هؤلاء فهم يمارسون السياسة هذا هو السياسي بالنسبة لي هو يمارس السياسة لا يمارس الدعوة يمارس السياسة والسياسة هي كياسة السياسة كياسة ومناورة وتحسبها بالربح وبالخسارة فهو لا يمكن أن يبقى مراهن لأحد جهة ومع ذلك ما يرى أنها جهة من أنها خسر ومع ذلك ومع ذلك فهو لا يمارسة مكانت بيشارة مكانت بيشارة ومكانت بيشارة ومكانت بيشارة وحريفية وحريفية منع أنه مكيني في هذا الميدان السياسة السياسة لا تحسبها فهو يمارس السياسة لا يمارس الدعوة فهو يمارس الدعوة فهو يمارس الدعوة فهو يمارس الدعوة فهو يراهن على الجهة الرابحة يحسبها كوميرسان يحسبه بالربح والخسارة ويقوم بإمكانك تحديد المعارس الدعوة وراء الدليل على ذلك فهو يجب أن يأتي الغرف ميني ويجب أن تتبين الخريطة كيف يجب في الوقت الذي كان قبل كان في أحد الجمع ويقول أنه سيكون في 2021 ويقول أنه سيكون في 2021 فعلا عنده الشوافة الشوافة هو المعطيات التي جمعوها في مكاتب الدراسات وكل شيء المعطيات التي تتبين أنه سيكون في 2021 لأنهم كانوا معكم وقاموا بحشركم وقاموا بالحشر ديالكم في الرقم وخلكم تصدرون قوانين لا شعباوية ولا اجتماعية هل تتعرف بأن هذا المثال غير إصلاح صندوق التقاعد من 2003 وهو في مكتب الدراسات ولن تجرؤ أي حكم للمتقاعدة وكانوا ما فروا فيه وهو فروا فيه وشعروا في التومية ونجروا ومن ثم إصلاح وقاموا بالإصلاح ونجروا غير شيء مواكب للمتقاعدين للمعاشات لهم من 1997 للمعالجة للمعالجة تديروا حاجة لا تديروش مواكرة إجرائية بالموازنة تديرو قوانين أو أشياء إجرائية أو مصاحبة تنعكس في صالح الطبقة الكادية زيادة عن التشغيل بالعقدة زيادة عن الإقتطاعات للإدراء زيادة عن توقيف المستحقات للترقيات والرتب الظروف استثنائية عرفنا فعلاً 25 مارس 2023 قاموا بتجميد هذه المستحقات ولكرات فتحات في 2021 لماذا لم يتم صرفها؟ لماذا لم تتم صرفها؟ لماذا لم تتم صرفها؟ وميزانية مرصودة 600 مليون لا تتستطيع العناة هكذا لأن تنظروا شيء ينادون بمستحقاتهم هذه كلها أوراق؟ ما هي الأوراق؟ كثيرة استغلوها لصالحهم فعلا والمرحلة تقتدي ذلك محللة الآن؟ كل شيء كانت ضروف استثنائية كانت اختناق اقتصادي يجب أن يستدعي هؤلاء الذين سيكونوا في 2021 يعني هم المنقيد كل شيء ما قدرته وكانت تشغيل العقدة الساتيد المتعاقدي عندما يأتي واحد يقولون أن سنحيط العقدة إلى آخر ومتظيف موغشية هذه أكثر من مئة آلف الصوت أكثر من مئة آلف الساتيدة التي قلت لهم سنحيط لكم سنحيط لكم ستسبب مئة درم ستسبب مئة وخمسين درم ما هي الأساتيدة؟ وشوف 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 شيء محسوب في المرحلة في 2021 عشان كانت مسألة كانت 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 نحن ينال في الخصوة حقا حقه يعني ثان يمارس السياسة ولا يمارس الدعوة يمكن أن تكون مرسي يسر لا يعرف المصلحة لأنه لا يعرف المصلحة لا يمكن أن يكون مرسي يسر من المصلحة كما تشاهدون هذه الصافيات مثل الصباق الخيوط كما تعرفون على شراعه نفس الشيء من تتمرز السياسة تتمرزها عند القواعد و عندها تخضع لعبات السياسة تخضع لعبات السياسة كما ترى مثلا هو عين الصواع و فعلا تحسبها وتطلع أبلس بيغالسي دائم يلا تبارك الله عليكم نحيي الشرفة في هذا البلد الآمن القديم من طنجة إلى غورة تنسدوا و لا تنسوا تتشاركو وتفعلوا الجرس الجين و نحييكم و دائما معكم و دائما نبقى النادر يوميا إلى أن ياريت الله الأرض و من عليها أو يتم إرجاع حقوق إلينا حقوقنا كاملة و مكتملة غير منقصة و أيضا و أيضا ترجمة نانسي قنقر